قال إنه يتمنى أن يتحول الهرم من حديقة حيوان على حد تعبيره إلى متحف مفتوح يليق بمكانة مصر وقال إن السبب في ذلك هو انتشار ظاهرة ركوب الإبل والخيل في المنطقة وأكد أن كل السياح في مصر يشتكون من هذه الظاهرة وتابع بأنه قرأ تصريح لإحدى السائحات تقول فيه بأنها لن تعود للسياحة في مصر بسبب تعرضها لمضايقات كبيرة وللتحرش ومن بعد التصريح اشتعل الجدل في مصر فالكثير من الناس اعتبروا أن كلامه صحيح وأن منطقة الأهرامات بالفعل تعاني من هذه الظاهرة ولا بد من معالجتها ومنهم من تسأل لماذا لم يقم بالمبادرة ويتخذ هذا القرار عندما كان وزيرا للسياحة موسيقى موسيقى عن هذه التصريحات التي وصفها البعض الصادم ينضم إلينا من القاهرة المؤرخ والمشد السياحي بسام الشمع أهلا بك أستاذ بسام إذن هل تتفق مع عالم الأثار بأن هذه المنطقة حول الإهرامات تحولت إلى شبه حديقة حيونات؟ منطقة الإهرامات بالجيزة ومنطقة أبو الهول منطقة شاسعة وواسعة جدا وهي المشكلة مشكلة مزمنة الحقيقة يعني مشكلة تجاوز البعض بالنسبة ما إذا كانوا من أصحاب مثلا فكرة الجمال أو ركوب الجمال أو التمتع في المنطقة طريقة الاقتراب من السائحة أو من السائحة بطريقة معينة فهذه مشكلة مزمنة أنا أذهب إلى هذه المناطق منذ سنة 1985 ومنطقة الأهرامات تعاني بنسبة كبيرة مما ذكره الدكتور زي حواس رغم يعني تحفظي على كلمة حديقة حيوان لكن المشكلة موجودة نعم موجودة ويجب أن نواجهها وقد اقترحنا أكثر من اقتراح هل يوجد فكرة خدي الركوبة دي أو اركبي الجمال ده أو كذا أنا كنت موجود من حوالي عشر تيام في المنطقة وكان معايا سياح في الإرشاد السياحي في هذه المنطقة والحقيقة لازم أقول أن أنا من ساعة لما دخلت المنطقة لغاية لما خرجت منها لم أعاني من أي تحرش بالنسبة للسائحين اللي معايا أو نعمل أنواع التجاوز من أصحاب الجمال أو أصحاب الكارتات أو الحصنة أو الخيول لكن هل المشكلة موجودة؟ نعم موجودة وهنا نعاني منها بنسبة كبيرة إذن هذه المشكلة موجودة منذ فترة لماذا تحدث عنها الآن بهذه الصورة أنا أعتقد أن ربما نحن نتكلم في هذا الموضوع منذ سنوات والدكتور زاهي ذكر أيضا هذه المشكلة منذ سنوات ربما مصطلح حديقة حيوان هو الذي جعل من المنشات أو من عنوان التصريح بتاعه تصريح أكثر جاذبية لكن في حقيقة الأمر هو الرجل عنده حق في هذا وكان لزاما أيضا يعني الناس التي تقول لماذا لم يتعامل هو معها عندما كان مديرا لمنطقة الأهرامات لأن قبل كونه وزير كان هو أيضا مدير للمنطقة الموضوع مسهل الموضوع ليس سهلا كما يعتقد البعض المساحة كبيرة الناس ديت بتاكل عيش من الجمال ومن السياحة على مدار السنين هذه عائلات بأجملها بيوت كبيرة مفتوحة فنحن بس نقننها أنت كان لديك مقترحات لضبط هذا الموضوع ولتحسين الخدمات في هذه المنطقة السياحية من باب أول في مصر نعم وجدت هذا عندما زرت منطقة الأهرامات في الثلاث شهور اللي فاتوا بشكل دوري وجدت أن هناك كثير من التغيرات في المنطقة ولكن تبقى هذه المشكلة المشكلة المزمنة النمرة واحد اقتراحاتي هي تدريس مادة الحضارة منذ الرابعة الابتدائية يعني منذ الطفولة يتعلم ويثقف ويتحضر الطفل المصري في كيفية التعامل مع الأماكن الأثرية الأماكن السياحية كيفية التعامل مع الآخر كيفية التعامل مع السائح مع السائحة لأن يجب علينا جميعا أن نعلم في مصر وخارج مصر في أي حتة في العالم يجب أن نعلم أن عادتنا وتقاليدنا في بعض الأحيان لا تتماشى مع العادات الأجنبية فيجب أن ندرس هذا هذه المادة التي اقترحتها في الحوار الوطني وهي مادة الحضارة هي مادة تعلم وتثقف كيفية التعامل مع السائحة ونبعد تماما عن فكرة التنمر أو التحرش أو التحرش اللفظي في بعض الأحيان أو أن أحاول أجبر السائح أنه يركب خيل أو يركب حصان أو يركب جمل أو كذا مما اعترض عليه الدكتور زاهي في كلامه ده نمرأ واحد نمرأ اثنين نقنن فكرة الجمال والخيول والكارتات بأن كل هؤلاء يرتدوا يونفورم واحد لباس واحد عليه اسمه عليه النامتاج بتاعه عليه وظيفته وسنه كل عام يمر على نوع من أنواع التدريس نوع من أنواع الصحة التأمين الصحي كل هذا وبالتالي تصبح مقننة ويصبح هذا الرجل الذي يريد أن يرتزق يرتزق بشكل كويس ونظيف ولا يؤدي إلى سلبيات في منطقة الأهرامات نعم شكرا جزيلا لك كان معنا من مصر أو من القاهرة تحديدا المؤرخ والمرشد السياحي بسام الشمع شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا